أكثر من أربعة عقود ونصف والعراقيين بلا ذنب يحصدون حقول الموت ماكو أحد يعرف حجم معاناتهم مكينة الموت اللي ما توقف صار المدنيين العراقيين وقودها مع الأسف أكثر من ربع ألغام العالم في العراق والعراق ما يتجاوز عدد مواطني اثنين بالألف من مجموع سكان العالم شلون وليش وشنو اللي سووه شنو ذنبهم ماحد يعرف إلا رب العالمين والراسخون في زراعة الألغام مثل ما يقولون قوانين الدول اللي تحترم مواطنيها لكل مواطن مقعد دراسي ولكل مواطن حق السكن ولكل شاب فرصة عمل أما بالعراق فمن خلال هاي الإحصائيات لكل مواطن لغم شوية تختلف باختلاف الحجم والوزن واللون العراق اللي كان يقولون يخفو على بحر من النفط صار ينام على حقول من الألغام والمشكلة الأكبر هاي الحقول مباثرة الخرائط والمواطن يتساءل ليش ما تمتلك الجهات الرسمية معلومات كاملة عن هذا الملف وليش ما عدها خرائط تسهل إزالة تلك الحقول المميتة وليش ما تخصص الدولة مبالغ لتخليص الناس من شرحها وإلى متى تحصد الألغام مناجل الموت أو أرواح العراقيين وأطرافهم في أقل تقدير كل هاي الأسئلة وغيرها راح نكشفها اليوم في محوري لهذه الليلة لكن